عاجل اثيوبيا تعلن الحرب على السودان وتحشد جيشها على الحدود وعاجل جدا مصر تستعد لحدث عسكري ضخم ومسؤول مصري يفجر مفاجأة ويكشف عن نية اثيوبيا تعطيش الشعب المصري وسد النهضة مصر تكشف عن سر خطير والحكومة تكشف حقيقة استخدام مضادات حيوية محظورة عالميا في مزارع الدواجن وعن سد النهضة كشف عن مؤامرة اثيوبيا للوقيع بين مصر والسودان صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانت وطني وقدها نبدأ في تفاصيل اول خبر معنا وعاجل اثيوبيا تعلن الحرب على السودان وتحشد جيشها على الحدود نقل موقع سودان تريبيون عن مصادر مطلعة ان حشودا عسكرية اثيوبية باقليم امهرة تقترب من معسكرات الجيش السوداني داخل الحدود بعد ان اعاد انتشار قواته بمنطقة الفشقة بالقدارف المصادر اكدت ان الحكومة الاثيوبية وعبر اقليم امهرة المتاخم لولاية القدارف السودانية بطول حدود 110 كم دفعت بحشود عسكرية وعتاد حربي كاشف ان قوات الاثيوبية تتجه لشن هجمات عسكرية على الجيش السوداني في تلك المناطق باسناد مليشيات امهرة والمزارعين الاثيوبيين تحت اشراف قائد الجيش باقليم امهرة رجحت المصادر شن هجوم عسكري اثيوبي على قوات الجيش السوداني والاحتياط في تلك المناطق وجرى نشر تعزيزات عسكرية في محورين حول المعسكرات السودانية التي تم تشهيدها بمناطق تايا وام ديبلو ووود العجوز وحس كينيد بجانب مستوطنة قطراند واسترد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي اراضي الفشقة الخصيبة من المليشيات ومزارعين اثيوبيين المصدر معانا كان من صحيفة الموجز واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر اخر معانا وعاجل جدا مصر تستعد لحدث عسكري ضخم تستعد مصر لاستضافة معرض عسكري ضخم في شهر ديسمبر القادم وهو معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية إيليكس 2021 والذي ستعقد فعلياته في مصر وسيشهد المعرض عرض جميع الصناعات العسكرية التي تقوم بانتاجها وزارة الانتاج الحربي والشركة العالمية للبصريات والصناعات البحرية والهيئة العربية للتصنيع فضلا عن ورش الانتاج بقوات المسلحة كذلك منتجات الأفرع الرئيسية وإدارة قوات المسلحة المختلفة والمعرض فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والإفريقية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية كما أن المعرض هو تجمع إقليمي ودولي لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة ومعرض إيدكس هو فرصة زهبية للتعرف على التكنولوجيات الراقية كما أنه يتيح لأكبر عدد من الشركات والمهندسين بمصر الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم التسليح حيث تقوم قوات المسلحة بشكل مستمر بإيفاد ضباط لحضور المعارض الدولية وكذلك شركات الصناعات الدفاعية في مختلف دول العالم للاطلاع على الجديد ونقل الخبرات والتقنيات إلى مصانع قوات المسلحة والشركات العاملة في هذا المجال بمصر كما أن المعرض يتيح لصناع المصريين عرض منتجاتهم أمام العالم ليكون فرصة جيدة للتسويق وكذلك إبرام الصفقات مع العارضين الذين سيتعرفون على المنتج المصري حيث أن ذلك سيعكس قوة مصر ومتاناتها في العلاقات مع مختلف دول العالم كما أن المعرض فرصة جيدة للتعرف على المشاريع الاستثمارية والمشروعات القومية التي تقوم بها مصر كما أنه رافض من روافط تنشيط السياحة المصرية يذكر أن مصر قد نظمت النسخة الأولى من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس في ديسمبر عام 2018 والنسخة الثانية منه كانت ستنفس في ديسمبر 2020 إلا أن الوباء الذي ضرب مصر والعالم تسبب في إلغاء المعرض المصدر معنا كان من صدى البلد وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر آخر معنا ومسؤول مصري يفجر مفاجأة ويكشف عن نية إثيوبيا تعطيش الشعب المصري وزير الرأي المصري الأسبق قال أن موقف مصر والسودان معلن وصريح بشأن ملف سد النهضة وضح أن الموقف المشترك يؤكد على ضرر الملء المنفرد للسد على الدولتين علام أضاف خلال تصريحات متلفزة أن الملء المنفرد لسد النهضة يمثل إهضارا لثروة مصر المائية وتعطيشها لشعبها خلال سنوات الجفاف منوها بتعرض السودان لمصائب إذا كانت كميات المياه أكبر أو أقل كما حدث العام الماضي وأشار إلى أن زيارة الوفد المصري بلئاسة سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي إلى الخرطوم تستهدف تنسيق المواقف وتوحدها في شروط التفاوض أو التحرك مع المجتمع الدولي ولفت وزير الرأي الأسبق إلى أن الجانبين رفضا مفاوضات الاتحاد الإفريقي وشدد على أهمية وجود مظلة دولية وضمانات نتيجة للتجارب السابقة المريلة التي مرت بها مصر وكان هدفها إهضار الوقت المستمر من الجانب الإثيوبي ورفض الحديث عن الملء الثاني لسد النهضة قضية أساسية متابعا القضية الأساسية تتعلق بالتوصل إلى اتفاق لقواعد الملء والتشغيل للسد سواء الأول أو الثاني أو الخامس أو إعادة الملء فيما بعد والتشغيل طويل وقصير المدى وتأثرهم على المصالح والحقوق المائية للدولتين ووصل وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والرأي الدكتور محمد عبد العاطي صباح أمس الأربعاء الماضي إلى العاصمة السودانية الخرطوم حيث كان في استقبالهما بالمطار وزيراء الخارجية والرأي السودانيين تأتي الزيارة في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والسودان وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة المصدر معنا كان من الشروق وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر معنا وسد النهضة مصر تكشف عن سر خطير قال الدكتور محمد أبو زيد وزير رايل أسبق في مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على MBC مصر إن فيه صعوبات في تنفيذ إثيوبيا لعملية الملء الثاني لسد النهضة في الوقت الحالي وذلك بسبب أن ارتفاع الخرصانة الخاصة بالسد لم تصل إلى المستوى المطلوب وأضاف أبو زيد لبرنامج يحدث في مصر أن هناك إصرار على التعنت من الجانب الإثيوبي رغم وساطة الاتحاد الإفريقي أوضح وزير رايل أسبق أن إقدام إثيوبيا على الملء دون اتفاق بلزم لجميع الأطراف هو موقف متعنت مشيلا إلى أننا إلى الآن لازلنا نعيش في السيناريو الذي نعيش فيه منذ عشر سنوات من عدم الوصول إلى أي اتفاق وأشار أبو زيد إلى أنه بغض النظر عن الآثار المترطبة على الملء الثاني لسد النهضة فهناك مشكلة كبيرة في كيفية إدارة فيضان النيل نفسه المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر انتقل لخبر آخر معنا والحكومة تكشف حقيقة استخدام مضادات حيوية محظورة عالميا في مزارع الدواجن الحكومة المصرية أكدت أن ما فيش أي صحة لما تم نشره من أنباء السوشيال ميديا عن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميا في مزارع الدواجن بمصر مصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر انتقل لخبر آخر معنا وسد النهضة كشف عن مؤامرة إثيوبيا للوقيع بين مصر والسودان كشف الدكتور أحمد المفتي العضو المستقيم من اللجنة الدولية لسد النهضة عن مؤامرة خطيرة تدبرها إثيوبيا الكسب معركة سد النهضة من خلال تحييد الاتحاد الإفريقي والوقيع بين مصر والسودان مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي فشل في أن يكون له دور في قضية سد النهضة لذا فهو يعتبر مصاري انتهى تماما وفقا للبيان الصادر اليوم وأكدا أنه لن يتم الرجوع إلى طاولة المفاوضات طالما لم تعلن إثيوبيا إيقاف الملء الثاني قال إن توحد الموقفين المصري والسوداني تجاه التحرقات الإثيوبية انعكس في البيانة الذي صدر أمس والذي يوضح أن الملء الثاني سواء كان جزئيا أو كاملا يسبب مخاطر كثيرة أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليته الذي يقدمه الإعلام إحمد موسى إن البيان المشترك بين مصر والسودان أكد على ضرورة التواصل لاتفاق ملزم وشامل ولا يقتصر على الملء والتشغيل ذاكرا أن يعتبر البيان خطوة للأمام وذكر أن أمريكا لم تقدم أي شيء بشأن المفاوضات فقط استكفى بالدعوة لعقدها مرة أخرى دون إلزامها لإثيوبيا بالتاقف عن الملء الثاني مضيفا أن أمريكا لم تتحرك إلا بعد تولي بايدن الحكم وأشار إلى أنه لابد من المطالبة باسترداد الأرض المقام عليها سد النهضة لأنها سودانية مشددا على ضرورة عدم الجلوس على مائدة المفاوضات إلا بعد وقف الملء الثاني لسد النهضة ووصل وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والرأي الدكتور محمد عبد العاطي صباح الأربعاء الماضي إلى العاصمة السودانية الخرطوم وكان في استقبالهم وزير الخارجية والرأي السودانيين المصدر معنا كان من الموجز إن شاء الله بإذن الله نسمع أخبار جيدة في خلال كامي يوم قادمين بإذن الله جينا لإنهاية نشرة الأخبار كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا أي إي بي بنفس الإسم على الفيسبوك واليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته